دكتور أنتونيو فرح موجود معنا اليوم مستشار لدى المحاكم الروحية وأستاذ جامعي منحكي عن منع السفر لدى المحاكم الروحية أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النور أين تصبح منع السفر وهو تدبير بأي هدف؟ بداية أنون 2 نيسان 1951 هو القانون المعتمد اللي بيحدد صلاحيات المحاكم الروحية تحديدا وطبعا المحاكم المذهبية عندها صلاحية زيتها بهذا الموضوع منع السفر هو تدبير بالقانون احترازي ضمنا لحقوق معاينة ممكن تخاف المحكمة أنه ما تضمن حق الشخص اللي عم بيطالب فيها من الشخص الآخر اللي هو بين الزوج والزوجي لهيك دايما المحكمة أو القاضي بالمحكمة الروحية اللي عم ينظر بدعوة الطلاق أو الفسخ أو بطلان هو قاضي بنفس وقت رئيس هيئة ولكن عنده صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة أمور المستعجلة منا منع السفر والنفقة والحراس الحضاني وغيره لما بيكون في دعوة زواجية بيكون في طبعا طلبات محددة من الناحية المادية يعني نفقة يعني تعويض ببعض الحالات كيف منضمن النفقة المادية اللي ممكن تصدر بحق الزوج لأولاده ببعض الأحيان للزوجة إذا كانت عاطلين عن العمل إذا هيدا الزوج سافر خارج الأراضي البنانية وقرر ما يرجع للبنان كيف بتحصل هذه الزوجة النفقة المتوجبة شهريا تلجأ لأنها تطلب من القاضي المختص أرار منع سفر على الزوج يعني هم بيجي تلقائيا أرار منع سفر طبعا لا بدوا يتقدم طلب للمرجعية المختصة بيصدر أرار معجل تنفيذ نافذ على الأصل يعني لا يبلغ للي عم يصدر بحقه هذا الأرار وينفذ دوائر التنفيذ المدنية لا يبلغ يعني بيوصل على المطار وهنيك بيعرف حاله أنه ممنوع بكثير حالات ممكن تصير ولكن هلأ الإجراءات عم تصير أنه بعد تقريبا شهر من تاريخ صدوره للقرار وتنفيذه وفي الأصول المحكمة الروحية عم تعطي خبر لصاحب العلاق أنه في منع سفر أو لوكيله في منع سفر بحقك حتى يكون عنده الحق أنه يطلب رفع منع هذا السفر وهي مدة الشهر حتى يصير فيه تعميم على الموضوع يعني يعني بما يصدر القرار عن المحكمة ويوصل للمراجعة مختصة وينفذ الدوائر للمحكمة التنفيذ المختصة تعتبر فيه 30 يوم تقريبا مش عم نحكي على الحال الاسنائية هلأ لأنه ببعض الأحيان فيه إضرابات وفيه قضاء ما عم بتداوم أو موصفين عم نحكي بالحال العادية لهك بنعطى خبر بعد شهر حتى يلجأ للقانون يرفع منع السفر على أساسه ويشوف شو لازم يعمل ته يرفع منع السفر لازم يقدم ضماني ما في حال تاني نحن قلنا منع السفر على الزوج بيكون بأغلب الأحيان ضماني للحقوق المادية اللي ممكن تصدر عن المحكمة بحقه تجاه عائلته يعني أولاده أولاً وزوجته بحالات استثنائية حتى نضمن هذا الحق المفروض يكون في منع السفر ممكن يرفع منع السفر لقاء كفالة مالية لبعض الأحيان لقاء كفالة مصرفية لقاء هلأ مصرفية صعب كفالة مالية أكتر لأنه هلأ مصرفية مش كفالة صحيح ما بتكفل شيء ما ألا إيمة أو لقاء كفيل متضامن ممكن يعني القاضي يشوف أنه في شخص جاي يتعهد عنه أنه في حال أخل بالدفع نعرف كلنا أنه الكفيل متضامن يعني يلاحق جزائياً في حال ما دفع الإيمة المترتبة أو بعض الأحيان كفالة عقارية أو أي وسيلة بتضمن حق هذه العائلة وبيوافق عليها القاضي المختص اللي هو قاضي الأمم المستعجلة إذا كان رئيس هيئة أو إذا كان قاضي مفرد بكفل قاضي يوافق أو كمان المدعية طلب منع السفر لا يبلغ للي بدو يصدر بحقه نعم أما طلب رفع المنع عن السفر يبلغ وفي الأصول اللي عم يصدر بحقه اللي صادر بحقه الأراض ويعطى مهلة تحتى يقدم ما عنده للمحكمة تحتى بعد المحكمة تقرر بس إذا القاضي قبل بضمانة معينة والمحامين أو المدعية شايفين أنه هالضمانة مش رح يقدر يحقق المدعية عليه شو بيكون الخطوة تانية؟ ما هو الطلب طلب رفع المنع عن السفر وقته بقدمه صاحب العلاقة القاضي بياخد تدبير بأنه يبلغ الفريق التاني اللي هي الزوجة هيدا الطلب تحتى تجاوب خلال المهلة شو رأيها بالموضوع وعلى أساسه القاضي بياخد القرار المناسب تحتى يقدر يكفل لأنه القاضي مسؤوليته بهذا الموضوع يعني اليوم القاضي صاحب مسؤولية أنه هو عم بيكون مسؤول عن كل كيس عن كل حالة عم بتكون قدامه يعني تخيلي أنت اليوم إذا كان قاضي بمركز نحنا وكلة بالآخر بس القاضي عم ياخد قرار بحق عائلة أي شيء بيصير لهيد العائلة بمحل معين يكون هو عم يترتب عليه مسؤولية ضميرية أولا بهذا الموضوع لهيك بده يكون الموضوع كتير دقيق وبده يكون فيه كفالة حقيقية حتى هيدا الموضوع يطمن الفريق الثاني في حال سافر هيدا الزوج خارج الأرض اللبنانية يكون حقه المصام بالأرض بس يصير خارج الأرض اللبنانية ما فيه أي إجراءات ممكن أنه تتخذ بحقه بحقه من خلال ما بعرف الأصول الموجودة هون أو العقارات أو الأخر أفضل طريقة يكون فيه كفالة بالمحكمة لأنه على أساس هيدا الكفالة بتقدر الزوج يتنفذ يعني إذا كان فيه حجز على إذا كانت الكفالة عقارية بصير فيه حجز على العقار ممكن يوصل للباعد أحيانا الكفالة المادية تحصن منه النفأ في حال تخلف عن دفع هيدا النفأ المترتب على تجاه أولاده وعائلته هيدا الطريقة الوحيدة الممكن أنه نحمي الحقوق المالية أو المادية لهيدا العيلة أو لهيدا الزوجة أو لهيدا الأولاد إذا كانوا لواحدهم غير هاك ممكن يكون فيه وسائل قانونية إذا كان خارج الأردبنية ولكن كتير صعب أنه الزوجة تقدر تحصل حقوقها أو حقوق أولادها لأنه بتعرفي وقت واحد بنصير خارج لبنان صار الموضوع أصعب من الناحية القانونية محامين ومصاريف ورسوم وملاحقات يعني الموضوع بيكون كتير صعب وشائك ببعض الأحيان كيف بيكون فيه تأكيد على أنه هاد ضماني رح تضل ساري يعني للفترة المطلوبة المفروض بحسب قيمة النفقة المترتبة على الزوج شهريا القاضي يقدر أدى قيمة الكفالة المادية اللي ممكن تحمي هيدول الأولاد أو حقوق المادية تبع هيدول الأولاد لأبعد وقت ممكن غير شيء استقدر الظروف تتغير إذا الظروف تغيرت على الزوج أصديق بيقدر يقدم طلب تعديل نفقة بيعرض الأسباب تبعه وعلى أساس المحكمة بتنظر بالطلب يا زيادة يا نقصان بموضوع النفقة بحسب الإثباتات نرجع نقول هيدا موضوع بيتاخد بكل حالة لوحدة لأنه ما في قاعدة على موضوع النفقة إلا أنه المحكمة يتقدر والشخص يقدم الإثباتات اللي عنده إذا كان ميسور الحال أو معصر الحال بس الزوج يبدع من السفر أو أوقات الزوجة أو أوقات الولاد أو حالات كتير استثنائية الزوجة تمنع من السفر أكيد طبعا ولكن نرجع من قول عم نحكي كمحاكم روحية أو محاكم مذهبية بشكل عام منع السفر مش حجز حرية يعني اليوم القاضي أو المحكمة بدأ تتعاطى مع الموضوع بالمنطق القانوني مش بالمنطق الشخصي أو المنطق السلطوي لأنه ما نكون عم نروح على حجز حرية هيدا تدبير احترازي تدبير الاحترازي بيعني أنه يمنع أحد الفريقين من السفر حماية لحقوق الطرف الآخر إذا الزوجة ما منقدر بمحالة معين نحن أو ما في عليها أي حوق مادية مترتبة تجاه الفريق الآخر لابد تمنع من السفر ما في حاجة تمنع هو الموضوع تتعلق أكتر بالحوق المادية للأولاد لهيك من الرائج للمحاكم الروحية المذهبية أنه يمنع الزوج أكتر من السفر لأنه دايما نفق الشهرية تجاه الأولاد تقع على عاطق الزوج بأغلب الأحيان عمنا بحالات استنائية جدا إذا كان الزوج مصاب بمرض عضال ومعصر الحال ولا يملك الإمكانية لأنه يقوم بالعائلة من ناحية المادية والزوجة ميسورة الحال وهي كانت تصرف على الأولاد فجأة قررت الزوجة تترك البيت وتقدم دعوة طلاقة أو بطلانة أو فسخ وتغادر الأرض البنانية وتركت أولادها هون بهالحالة ضمانة لحقوق الأولاد برجع أولا مش الزوج ممكن تمنع عن السفر تحتى تحكم أو يقرر بحقه كفالة مادية يعني فيس فرسا تحتى نضمن أنه هؤلاء الأولاد ما يقعدوا بدون مصروف شهري أو ينحرموا من التعليق كلا الهدف الأولاد دايما الموضوع دايما بيتعلق بالأولاد في حال في أولاد الأولاد بيضال فيوني سفروا على أن القاسرين ما بيسفروا بلا أهل المبدئية هذه المشكلة الحقيقية اللي عم بتعاني منا أغلبية المحاكم الروحية والمذهبية بالأسف نحن كوكلة ببعض الأحيان أو كاستشاريين بالقانون منوقع بيعني منفهم الوضع العاطفي عند الأم وقت تجي بتقلك أنا مش قادر أسفر ولادي أخدهم مشوار برات لبنان مع أنه رفقاتهم عم بيسافروا أو حتى البي بعض الأحيان المشكلة بالموضوع أنه الأولاد القاسرين في حال ما في توافق بين الزوج والزوجة أثناء الدعوة أو بين الوالد والوالدة عند انتهاء الدعوة يمنعهم من السفر بموجب قرار ولا يرفع مانع السفر عن الأولاد إلا بالموافقة الشفاهية والخطية أمام المحكمة من الزوجين أو الوالدين معه ولا ممكن المحكمة تقدر تحمل على عطئة هذه المسئولية لأنه إذا عطيت رفع مانع السفر عن الأولاد للوالدة أو الوالد وما رجعوا على لبنان أخذوا الأولاد وما رجعوا على لبنان شو منعهم كمحكمة بها الحالي كيف تتصرف المحكمة بها الحالي وشو مسئوليتها الضميرية والأنونية أمام الشخص اللي عم يشتكي على هذا الموضوع قدامه بس هو لما يكون في منع السفر على الزوجة الزوجة من قادرة تأخذ أولاد قصر وتروح فيهم وقتها بيصير في دعوة المحكمة الروحية المفروض أحد الزوجين يلجأ للمحكمة ويطلب استصدار منع سفر على الأولاد تما يعودوا يقدروا يسافروا برات لبنان إلا بإذن خطة أو بحكم رفع منع عن السفر من المحكمة صاحبة الصلاحية في حال الموافقة الخطية مع بعضهم بتقولي لي مثل ما كتير بيقولوا ونحن عندنا أناعة أنه في محل معين لأولاد مصدومين بيكونوا لأنه نحن عندنا أناعة بعض الأحيان أنه طيب هيدا الأم عايشة في لبنان وشغلة في لبنان وحياتها في لبنان مستحيل أن تقدر تأخذ اللاد وفيلم اللبنان وكل هول موجودين في لبنان يعني ما عندها مصلحة هي أصلا أنها تعرق الحياتة أو أنها تعرض حالة هذا الخطر ومع هذا وكله ما بترفع المحكمة منع السفر عن أولاد لأنه دايما بالقانون في 5% ظلم ينتج عن القانون وما له حل يعني كمان المحكمة ما بتقدر قد ما كان عندها الإمكانية المحكمة أن تطبط عمل تطبط تصرفات الزوج أو الزوجة أو الوالد أو الوالدة ولا محكمة بتقدر تجي تقول إكس أنا بتعهد أنه يسافر مع أولاده ويرجع لبنان لأنه في إلا أنا مسافر بتكره معينك يا مرجعية أنا بتضمن لك أني رجع وما يرجع لبنان شو بيقدر يعمل؟ بيحمل مشكلة على ضميره وبالقانون تجاه الشخص الآخر وهيدي يعني بيكفي تداعيات ومشاكل بهذا البال دكتور أنتوني فرح مستشرة لدى المحكم الروحي وأساس جمعي شكرا للمعلومات شكرا للمشاهدة أهلا وسهلا فيك وقفها لأمرج عم تابع علىي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة